السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام سعيدة بلقائكم كيف لعدة فيديو جديد وفاصلة جديدة مرحبا بكم في قناتكم ومطبقات يقاك كنتم من يلقاكم هذا الفيديو انتم في احسن الاحوال وفي الصحة جيدة يا رب ان شاء الله بإذن الله الوصفة اليوم ستكون اقتراح للشربة شربة اللي كتجي زوينة بزاف صراحة لبنات لديدة سهلة وسريعة اهم حاجة انها كتجي بنينة بزاف نينة بزاف وكتوجد دغيات وجدها ان شاء الله في رمضان وكذلك تصيبوها لشارة كتجي خفيفة واهم حاجة كيف مما قلت لكم انها لديدة وسهلة على بركة الله بداوا استعراض المقادير بعد منهم بطريقة كنتم مني لكم فرجة منطعة بسم الله على بركة الله بسم الله على بركة الله بداوا نشوفوا المقادير كذلك وكذلك الطريقة باش ميجيكم لفيديو طويل سوف نأخذ قميلة أو كوكوت سوف نعمل فيها طرف الزبدة كبير شوية ضروري نسمي الزبدة لانها تقطير المعطاق الخضراء اللي سوف نشحر فيه يعني الزبدة باش نصيبها فقط بدون زيت يعني الزبدة الزبدة من أصل حيواني نضيف شوية الإبزار نضيف كذلك نضيف كذلك واحدة البصلة كبيرة بصلا ليس ضروري بشكل ضروري بشكل ضروري انا سوف نطحن الكل قطعها كما تريدون غير مهم باش هكذا تشرب لنا هذا المعطاق ديال الزبدة هذا المهم نضيف كذلك ربعة ديال الكورجيتة اللي كون صغارين كورجيتة يعني القرعة الخضراء نقشرها نقشرها ونقشرها 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 نقشرها عمله من ربعة الخمسة إذا كانت صغيرة أنا عندي بطلتة كبيرة اعملت ثلاثة كبيرة ونقشرها خالط الخضر سوف نحاول نقشره جيدا نقشرها ونقشرها مع الزبدة ونقشرها 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 ثم نقشرها ونقشرها ثم نقشرها لما يكون غاليان بالنسبة للكمية نضيف شربة في الكوكوت نضيف شربة في الكوكوت نضيف 100 مل كريمة نضيف حليب مركز غير محلى نضيف حليب مركز غير محلى يمكنك تكتافيه فقط بالقطاع الكيري نضيف حليب مكونات نضيف حليب مكونات نضيف حليب مكونات سوف نضيف مكونات إضافة لهذه الشربة إلا توفر عن الكروفيت في المرحلة ونضيف المرحلة ونضيف المرحلة خلالي الكروفيت إلا توفر لكم لا تنظيف لها كمية الكروفيت قليلة وممكن ان تزيدها في الاخر كمية الكروفيت قليلة ونقدمها بصحة و الراحة اصدنا مشاهدي الكرام من نهاية هذا الفيديو نتمنى فعلا الوصفة اليوم تتعجبكم واستحسنكم وانكم نزربها كيف العادة هذا هو الاهم ونتمنى ان تزربها لانها فعلا تستحق تجريبة اذا اردتها بشكل لاك خيم من الفوق او شوية المدنوس اللي بغيته او اللاخ اللي واكي في مياه اه انا اتمنى الوصفة اليوم تكون اعجباتكم تلقوا بايدنا في الفيديو القادم وما تنسوش لاول مرة تزور القناتي اشترك في القناة وكذلك يفعل جرس باش يوصلكوا الجديد لايك الفيديو لعجبكم الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة